اشتركوا في القناة فإنه يؤجر على إعطاء نفقة الحج لحاجة المسلمين العظيمة عباد الله نلاحظ رحمة هذه الشريعة بالناس فإنها تقول لهم إذا كان لديكم عذر لا يرجى زواله فوكلوا بالحج وأخرجوا مالا ليؤدى الحج عنكم وإذا كان العذر يرجى زواله فانتظروا حتى يزول العذر ولا توكلوا ومن الناس من يجعل الحج تجاره فيقول ما عندكم حجة ألا تريدونني أن أحج عن أحد من طرفكم علي ديون شوفوا لي حجة ونحو ذلك وهذا الذي يريد أن يجعل الحج وسيلة للتكسب ليس له عند الله من خلق وأما الذي يذهب للحج ويأخذ النفقة مستعينا بها على الحج فإنه يؤجر إذا خلصت نيته وهذا الفرق بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج من حج ليأخذ الحج وسيلة والأخذ هو الغاية فليس له عند الله من خلق ومن أخذ ليحج الأخذ وسيلة والحج هو الغاية ولذلك قال العلماء لا يستحب للرجل أن يأخذ مالا ليحج عن غيره إلا أحد اثنين الأول رجل يحب المشاعر ويحب الحج ويتمنى لو ذهب لكن ما عنده نفقة فهو يحج عن غيره بنفقة من الغير ليقضي وطره في بلوغ البيت وفي دعاء الله هناك وفي الذكر والعبادة والمشاعر والرجل الثاني يريد الإحسان إلى الميت فإذا أخذ ليحج عن ميت فهو يريد إسقاط الفريض عن هذا الميت وإبراء ذمة الميت والإحسان إليه وقد يكون قريبا له أو زميلا في العمل مات زميله أيها المسلمون الحج يعلمنا أن تكون النفق طيبة والمصروف طيب والكسب حلال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور واليوم تعددت وسائل الكسب وانفتحت أبواب كثيرة للاستثمار فمن الذي يدرس الصفقة والمجال قبل أن يدخل فيه ويستفتي فيه ويدقق لكي لا يدخل جيبه حرام عباد الله هذا الحج يعلمنا الرفق بالنساء فإن الله لم يجب على المرأة الحج إذا لم يكن معها محرم في السفر حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيشي كذا وكذا وامرأتي تريد الحج قال أخرج معها مع أن الرجل كان ذاهبا للجهاد لكن قدم حمايته لامرأته وذهابه معها على خروجه للجهاد في سبيل الله رعاية للمرأة وحماية للمرأة وأما التمرد على الشريعة والمنادى بإسقاط الولي في النكاح والمحرم في السفر إسقاط الحماية عن المرأة هذا ليس تحريرا لها وإنما هو إيقاع لها فيما يضرها وفيه إيذاء لها بينما لو كانت محمية مكفولة مرعية معها محرمها يحوطها وخصوصا في زحام قد يدخل فيه بعض أرباب الشهوات وأهل النوايا الخبيثة فلابد من رعاية النساء أيها المسلمون عندما يذهب الإنسان في رحلة الحج فإنه يتذكر الوصية رد المظالم إلى أهلها وحتى الذي لا يريد الحج يذكره عرض الموضوع بقضية رد الأمانات ورعاية الأهل في الغيبة فإذا كان العلماء قالوا لا يجب الحج على الشخص إذا كان لا يوجد ما يكفي أهله في غيابه إذا كان لا يوجد ما يكفي الأهل في غيابه فما بالكم بمن يسافر لغير الحج ويضيع أهله ولذلك كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت وعندما يقول العلماء يكتب الوصية قبل الذهاب حتى إذا عرض له عارض فالوصية تبين أصحاب الحقوق فهذا فيه تذكير لنا أيضا بمراعاة أصحاب الحقوق الحقوق لا تضيع عند الله الحقوق يوم القيامة بالحسنات والسيئات ترجمة نانسي قنقر